بما انه حضرتك رئيس شعبة الوحوث بالمركز القومي مركز القومي يعني المركز بتاع المصريين كلهم مش من الغريب انه يتم تمويل المشروع من الاتحاد الاوروبي لا هو الاتحاد الاوروبي مش بيدفع عشان لا انا فاهم يعني اصلي ليه الدعم المادي ده انا فاهم البرامج الاوروبية لدعم المشاريع والتكنولوجيا والFP7 يعني ده معروف اعتقد للعامة ان الاتحاد الاوروبي بيرعى كل المشروعات اللي بيحس ان هي مفيدة يعني هو بياخد عائد بياخد عائد واضح يعني هو بيئيا انت ما بتحرق مثلا 3 مليون تن اش او 4 مليون طلع كمية من سانوكسيد الكربون يعني كمية مؤسرة فهم مستفيدين بشكل اول انهم اخدوا التكنولوجيا دي اصلا فهو بيستفيد بشكل غير مباشر كمان انا عايز اقول ان الاتحاد الاوروبي الحكومة المصرية بتساهم دايما معه في معظم المشاريع يعني بتبقى داخل طب انا عايز اعرف دور الحكومة المصرية بقى هنا ايه والله دور الحكومة المصرية من خلال المشاريع دي دور واضح ومؤسر احنا الوقت عزبا عندنا صندوق علوم وتكنولوجيا صندوق علوم وتكنولوجيا بيمون دلوقتي ما ياقرب من 400 او 500 مشروع في مصر طب بالنسبة للمشروع ده بالنسبة للمشروع ده بالإضافة لسندوق العلم والتكنولوجيا برضو سندوق العلم والتكنولوجيا بيساهم في المشروع ده بميزانية اللي احنا أساسنا طلعنا منها براءات الاختراع طب ما الترجم لي يا دكتور الكلام ده أرخام نعرف يعني برضو نرخم مشروع ده الكلفة دي احنا بيقول 500 مشروع بتلعاهم الدولة جميل طب المشروع ده الكلف حوالي دي عشان برضو نبقى عارفين اللي للحكومة و اللي عليها السندوق العلم والتكنولوجيا قدنا في البداية مليون جنيه قدنا من خلال المليون جنيه نوجد ست براءات اختراع اللي تبنى عليهم الشغل المعملي وتبنت عليهم التكنولوجيا دي وبعدين الأكاديمية البحث العلمي طرحت بقى التمويل بتاعها للمشاريع اللي قريدي تخطط مرحلة المعمل والمستوى النصف صناعي وعايزة تعمل نموذج صناعي فجيه هنا للتحديد كلام ده كله بتبني على منافسة ناس بتقدم بحثين بيقدموا وبينجح منهم اللي بينجح بناء على تقييم يعني بالمناسبة يا فنم هو فيه كام بحث حوالي المشروع ده المشروع ده مشروع ده فيه فريق بحث بيتكون من حوالي من 8 إلى 10 يعني أساس فيه ناس بيخشوا في مرحلة وبيخرجوا يعني من 8 إلى 10 بحثين خدنا بقى من الأكاديمية عشان نعمل نموذج الصناعي ده 3 مليون جنيه بدأنا نعمل منهم المشروع ده والمركز الكامل البحث طبعا ادانا الأرض وبيدينا بقى رعاية كاملة في النواحة حد الأوروب يدخل بعد دي لا قدرت حد الأوروب بيدي الأكاديمية كل سنة باجت احنا بناخد من خلال الباجت دي كذا مشروع بيتموله يعني مش مشروعنا بس طب أنا عندي سؤال عايز برضو أعرفه التأمين والسرية في موضوع البحث يعني ده مشروع بفلوس وأعتقد بيدي ميزة نسبية للدولة اللي عندها ده طبعا هذا ده محمي بشكل ما بحث أنه دلوقتي سرقة الأسر السنعية بشي طبيعي حقول ملكية الفكرية احنا طبعا بنعمل براءات وفي نفس الوقت في عقود بتتم في المشاريع دي يعني احنا ما بناخد تمويل من الأكاديمية أو من صندوق العلم والتكنولوجيا بناخدها من خلال عقد بيشترط حقوقهم حروق الصندوق ايه وحقوق المركز القومي ايه وحقوق البحث ايه ففي عقود بتتوقع يعني في بداية المشاريع دي طيب دكتور ختامة من اللي كلامنا لو حضرتك تقول لي يعني بما انه البحث العلمي لسه في بلدنا برضو يعني ما وصلش للأفاق اللي احنا نتمنيها وبردو عندنا مشاكل قد كده انه يعني احنا لو بنقول مليون جنيه اتصرفت برد الدول بتصرف مليارات عشان تطور وابقى عندها اسرار صنعية وتتقدم خصوصا لو مشاريع طاقة نظيفة زي ما حضرتك قلت وكمان مش مكلفة يعني لا بتسحب كهرباء يعني مشروع مثالي انه يتعامل فاحنا محتاجين قد ايه او احنا محتاجين ايه الفترة اللي جاية عشان المشاريع دي تنتشر ونقدر بجد مصر تستفيد بها ويدي حققالها نهضة صدق فرشتك ده واحد اتنين تلاتة حضرتك معك الهوى وجه كلامك للي انت عايزه في الحكومة لا احنا طبعا محتاجين بداية توجه سياسي واضح ان احنا بنعتمد على قدراتنا الذاتية في ان احنا ننتج المنتجات بتاعتنا ونعمل تكنولوجيات محلية دي يبقى فيها وجود يعني فيه توجه سياسي واضح لكده بالاضافة الى لما بيبقى فيه برضو سواب وعقاب او متابعة او تقييم للخطوات اللي بيحصل وهل تم انجاز الحاجة في معادها ولا لا طب فيه جزئية حاجة مهم بس محتاجين نستفسر عنها الى اي مدى جدوى التمويل بالنسبة للمشروعات دي بما ان حضرتك خبير في مجالك مدى جدوها اقتصاديا بمعنى انه لو الحكومة طلعت من الموازنة فلوس قد ايه هيجي لها عائد عشان يبقى الموضوع اوضح لا انت كل جنيه بتحطه في البحث العلمي بتقدر تاخد عشر اضعافه ده فجر بسيط يعني او شكل بسيط يعني انك تقدر تاخد عشر اضعافه دكتور جلال نور رئيس شعبة البحوثة الصناعية اوه في بس خبر قبل ما اختم برضو ان من خلال السليلوز اللي احنا بنطلعه ده زي ما انا قلت الحضرتك بنطلع السليلوز البلوري اللي صناعت الدواء وبعدين دلوقتي عاملين براءة جديدة ان احنا بنطلع حاجة اسمها النانو سليلوز وده بنعمل منه فلتر مية اسمه الفلتر الشعبي وعملنا البراءة بتاعته وده بيمكن ان انت تقدر من خلال فلتر بسيط محلي تحصل على اه من الوحدة الوحدة تحصل على عشرين لتر مية مية نظيفة تماما يوميا وتقدر تركب اي عدد من الوحدات ومشروع قريب ان احنا نجرب اول 4000 فلتر كمنحة لسكان وبنختار منطقة يقف فيها مية ملوسة ونركب فيها الفلتر دي وده مبني على النانو سريولوز اللي احنا بنتطلعهم المشروع ده برضه نتمنى لكم التوفيق يا دكتور ونتمنى انه الناس تكون شايفانا على الهواء وسمعت الكلام ده المستثمرين والاهم من المستثمرين الحكومة النائعة عشان تروج لهذه المشاريع واعتقد انه اتصرف المشاريع دي هيفرق في مستقبل بلدنا كتير لانه لو اتكلمنا بس عن لوب الورق وان احنا لو قدرنا نغطي احتياجاتنا وانصدر ده يبقى انجاز بالاضافة لبقية المشاريع زي ما الدكتور قال انه كمان فيه فلاتر فيه مشاريع تانية كتير ممكن تقدم لنا حلول اقتصادية وتقدم لنا حاجات مفيدة جدا لمستقبلنا لاوضاع اقتصادية افضل نتمنى انه مسؤولي حكومتنا يكونوا سمعين هذا الكلام ويسعوا لده دكتور جلال نوار رئيس شعبة البحوث الصناعية الكيموية بالمركز القومي للبحوث بنشكرك يا دكتور لانتمنى لك التوفيق ويا رب دايما تعمل لنا افتراعات افضل وافضل لبلك مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا استنونا بعد الفاصل مستمرين في فقرتنا نهارك سعيد